اشتركوا في القناة والسعادة والعمر المديد ولشعب المملكة العربية السعودية الشقيق بالمزيد من التقدم والنماء في ظل قيادته الحكيمة وأشد سموه في البرقية بما حققته المملكة العربية السعودية الشقيقة من إنجازات تنموية وحضارية مشرفة على مختلف الأصعد والمجالات والتي عززت من مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي منوها سموه حفظه الله بما يجمع البلدين الشقيقين من علاقات تاريخية وأخوية متينة تواصل تطورها ونماءها في مختلف المجالات نحو التكامل المنشود مؤكدا سموه حرص مملكة البحرين الدائم على استمرار توطيد العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين في مختلف مسارات العمل والتنسيق المشترك بما يحقق طموحات وتطلعات الشعبين ويعود بالخير والنفع على الجميع كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيزة لسعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر